كفة وعنده 17 أخ 12 أخ شقيق وأربعة من الأب وأخ واحد فقط من الأم نقلت الفتاة للرياض وجلت لها التحاليل قالوا الأطباء إنها وصلت مرحلة متقدمة ما في عمل قالوا لها ممكن يكون لك علاج في أمريكا لكنه غير مضمون أخوانه قالوا والله منا بدافعيني فلوسه ونا ما ندريش حن عليه ولا طبقون وكذا كلهم قالوا هالكلام اللي أخوها من أمها الأخواني تخلوا عنك والله ما تخلى عنك وراح رهن بيته وأخذ قرض كبير وسافر مع أخته لأمريكا تتعالج هناك زوجته لما درت الموضوع زعلت وراح تلاهل بعد ثمانية أشهر الله كتب ياخذ أمانته توفي تخته ورجع بجثة تخته وخيبة أمله وشماتت أخوانه وزوجته اللي تطلب الطلاق وخسر وظيفته جد المسكين يبحث عن عمل اللي قاله عمل سائق في البلدية وبعد كم شهر جتها المفاجعة الكبرى اللي غيرت مجر القصة ويصار تصل فيها أحد قرابة والدته المتوفأ اللي هي والده تخته المتوفأة أيضا قال لأفلان قال نعم قال لأبشرك كم شهر بشر نيبة الفلان من جماعة الوالده توفي وما لقوله وليث الله أنت الرجل عندها أرض كبير وعندها ملاك تسوي الملايين نستلم الأرض باع جزء منها استرد بيتها اللي رهانه وسجل باسم زوجته ورسل لها صك البيت ورقت طلاقه الحر ما شافت الدرام قالت تأكفل اطلقني قال لا يوم وقت الشدة تخليتي عني الله يسترعليه راحت زوجة لوحدها طيبة وبدأ يشتغل فيه الأرض بزراعة واشترالها حلالة رزق هذا الرجل من زوجته الصالحة الثانية ببنت كبرت هذه البنت وأصبحت داعية فاضلة هي التي تقص هذه القصة سؤل الرجل والسبب هالخير اللي يجاك قال ما أنسى دعوة أختي قبل ما تموت عقب ما صرفت عليها فلوسي وخسرت وضيفتي قالت قلمين يا أخوي أسأل الله أن يفتح لك باب الرزق كماء منهمل العبرة يا أخواني أخواتي من هذه القصة افعل المعروف تجد جزائه في الدنيا والآخرة إذا أضعت مكان البدور التي بدرتها سيخبرك عنها المطر إذا أتمرك إذا كان في ناس يتلذذون بجمع المال وأخذه فتلذذ أنت بالعطاء لماذا؟ لأنه سيكون لك ذخرا في الدنيا والآخرة إما وجدت جزائه في الدنيا فهو حتما ذخرا لك في الآخرة وآخر وأهم الدروس وخيتك شقيقة روحك وشعرة وجهك إذا أحتاجتك وحدثت لك الدنيا واضطرت الفزعت لا تخذلها سبحون على خير